ادراسة اللي بنكلم عنها النهاردة بتقول بان وظائف العمل عن بعد تتلاشى بسرعة ولا تدوم وان ربما يرغب الكثير بالعمل عن بعد تم اعتماده بشدة خلال جائحة كورونا ربما كانت واحدة من ضمن الاسباب اللي كان انتشر بسببها المصطلح ده او الظاهرة دي ده كان في وقت ده المصير بالنسبة لمسألة العمل عن بعد كان مجهول ولكن دراسة امريكية جديدة تبع لموقع بتتناول الموضوعات الخاصة بالامور دي بدأت انها تتناولها من زاوية مختلفة المرابي قالت الدراسة بان الوظائف عن بعد وبالتحديد زاد الاجور العالية تتلاشى لان الشركات بتقول بان الحضور للمكتب امر ضروري مفيش اي داعي لدفع اجر كبير لموظف لا يحضر للشركة حتى لو كان بيؤدي مهامه المطلوبة على اكمل وجه وبالتالي فالعملين عن بعد مش عندهم الفرصة بالتأكيد ان هما يحصلوا على اجر مادي مرتفع او ان هما يحققوا دخل كبير مدام ان هما مش بيجوا الشغل يعني لو لازم هتيجي لازم هتيجي من الاخر كبير يعني الحقيقة ان التواجد برضو في الشغل ليه عامل نفسي كده مهم برضو والمشاركة مع الاصدقاء والزملاء في العمل لها تأثير مهم وقالت الدراسة كمان ان الاجور العالية والمرضية انخفضت بشكل كبير بنحو 60% للأعمال اللي ممكن تكون بيعملوها عن بعد وافترضت ان بالنسبة 95% خلال العام الماضي الناس اللي بتشتغل دي اجورها انخفضت يعني بيشتغلوا عن بعد واضافت الدراسة انه في الوقت الحالي 4% فقط من وظايف العمل عن بعد متاحة باجور مرتفعة بعد ما كانت النسبة 10% العام الماضي وده بيبين الانخفاض السريع والمفاجئ في فكرة ان انت بتشغل من البيت او بتشغل عن بعد من في الشركة اللي انت بتشغل فيها او في المؤسسة اللي انت بتشغل فيها استتقادة اجر عالي جدا فلاقيوا بقى ان لأ يعني نخفض الاجور موضا واف عليهم بخسارة يعني هما ببساطة شديدة هما بيكلموا فكرة والله ان انت بتشغل عن بعد وكنت بتتقادة اجر عالي لو هيفضل الموضوع كده لا الاجور هتنزل لو مش عاوز ان الاجور تنزل يبقى لازم ان يكون الحضور حضوريا بالنسبة سعرف وقت جائحة كورونا كانت عمل برضو دراسات قالت بقى انه احنا كده بنوفر طبعا مواصلات وفلوس يعني نقل كتير والمناخ يعني الحقيقة انه الامور دي محتاجة مننا يعني تريث كده وان احنا نفكر اكتر في ان نعملها او ما نعملهاش لان برضو من قريب كنا بنتكلم عن دراسات بتقول ان بعض الدول هتخلي الايام العمل ثلاثة او اربع ايام علشان شافوا ان من خلال العمل عن بعض فكرة التواجد في المكاتب ما لهاش قيمة قوي الدراسة دي بتنسف كل بقى الكلام دي وانا شخصيا شاف ان الموضوع اعتقد نسبي يعني مش كل الوظائف فيه وظائف فعلا ممكن ان هو مايروحش الشركة هيكون من الافضل يعني هنا بقى الموضوع نسبي وممكن يختلف من شركة للتانية من مجال التاني من موظف للتاني وحسب قدراته لان يا الدراسة بتقول ان 90% ده بالنسبة للدراسة وتوقعاتها والبيانات اللي طلعت منها قالت ان 90% من الشركات بتتوقع العودة للنظام التقليدي في نهاية السنة دي بعد كده طبعا كان فيه تقرير من بلومبرج قال بان بنوك كمان عالمية على مستوى العالم بتطلب من موظفيها ان هم يرجعوا للمكاتب خمس ايام في الاسبوع زي ما كنا لسه بنكلم في مسألة عادة النظر في عادة ايام الاجازات البيانات كمان اظهرت بان وظيف العمل عن بعد لسه موجودة ولكن من المرجح ان هيتم تخفيض اجورها زي ما قلنا خليك عن بعد اجرك هينزل او عاوز مراتبك زي ما هو يبقى تعالى الشركة تعالى الشغل يبقى هذا يعني في النهاية هو صاحب العمل للقرار فيه اذا كان موظفين ويكونوا موجودين في المكاتب او انت جيتهم اعلى وهم موجودين بعيد عن المكاتب فالفكرة هنا فكرة نسبية والاجور عرض وطلب يعني انت بتقول او شايف ان المهارات اللي عندك بتخليك او بتؤهلك لان انت تاخد اجر عالي فسيب المكان وروح المكان تاني يعني الموضوع برضو فيه عرض وطلب من الجانبين ما تطلب من الجانبين